السلام عليكم اليوم بجائكم موقت جديد اليوم بجائكم موقتنا ما ينكروا جديد اليوم حلقة 19 فكارنا يبدأ مقطع لايك إذا أعجبكم المقطع وإذا ما أنتم تشترك اشترك خلونا نبدأ أول شيء أخي الإضاءة هنا سيئة مرة راح نضبط مكان راح يكون خاص بالمشتركين بإذن الله هذه الحلقة لكن المكان راح يكون ما تدري لأن المكان ضيق هنا لا تشوفون بس غالباً بيكون هنا توقع أن هنا مناسب قدام النفورة والله أنا ما أدري صدق ما أدري يعني أنا مجهز بلوكات وكذا وما أدري هل بتكفي البلوكات ولا لا بس إن شاء الله نتكفي يعني والله العظيم جدا ما أدري كيف يكون اللي بسويه الحين أن نحدد المكان إنه يبدأ من هنا أوكي واحد ثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر أحد عشر أحد عشر والله ما أدري هل بتكون كافية ولا لا لكن خلونا أول شي نكسر زي كذا ونشوف بعد بعدين كيف بيكون المكان يعني خذينا ست بلوكات بعدين ثلاث بعدين نسوي كذا ثنتين بعدين كذا بعدين يعني هذا راح يكون النص حقها فهنا تنزل تسين ثلاث بلوكات بعدين تنزل تسين ثلاث بلوكات خلونا نكسر النص عشان يوضح لنا بالضبط وش نبغى من هذا المكان يعني هذا المكان مثل ما تشوفون يكون عبارة عن مثل الكهف اللي تدخله أو ما تدخل الكهف فهنا ست بلوكات بعدين ثلاثة ثلاثة وهنا راح يكون النص بعدين ثلاث بلوكات ثلاث بلوكات بعدين هنا راح يكون ست بلوكات أتوقع واضح لكم بدين نشيل أي بلوكة في النص وبكذا يطلع معنا المكان اللي راح يكون المدخل حسنا لازم نرجي البلوكات اللي حفرناه في بداية طيب راح نضطر حين أنا نكستر هذا المكان من جوه عشان يفضينا المنطقة أنا قاعد أفكر حين أنه يكون المكان من فوق مكسر بعد أنه يكون فيه زي الفرق مثلا بلوكتين ثلاثة من كل الجوانب يكون فاضي فيها طيب راح نضطر الحين أنه نوصل البلوكات من وراء كم بلوك والله ما أدري لأنه نبغى نوصل للمكان ويكون مكان كبير شوي ما يكون صغير عشان نمديني الحط قد ما نقدر من الأشياء لأنه فيه تصميف بالي ما أدري كم بلوك راح يكون راجع بزيادة طيب للأسف أن الشكل هذا ما أعجبني اللي هو ديب سليت توقع عنه اسمه زي كذا فاضطرت أني يجيب هذا اللي هو الكبل ديب سليت لو تشوفون الشكل هنا يعني واحد جاي تحت واحد يمين واحد ساعة ما هم رتب فلو تشوفون هذه هذه هي الكبل فباضطر الحين أني يغير هذه كلها شي كبل ديب سليت لأنه صراحة أنه نسيت نسيت مرة أن هذا الشكل بيكون عشوائي اللي هو مرة حسيدة مرة يمين مرة يسار ازا كذا فلازم نغير لازم نغير مبدل يعني هذا المكان مقرر كم يا شباب لازم نسويه في هذا الشي طيب حاليا نحتاج صبرو سوود راح نسترمن عند ذياب وينك يا ذياب وينك وينك يا خراص يا أخي راح حول قوت الفصائر واحد ما يقدر أخذها حتى أوكي وصلنا سبروس أفا والله الشكل ما فيه يا عيال ما فيه ما فيه يا أخي حرام يا أخي حرام وصلنا إلى هالمرحلة وساني المكان وحطينا النص هنا بالضبط حتى شيلت هذه عشان يعرف أنه في نص النفورة راح يكون هذا الشي 6 بلوكات 3 3 3 3 زي كذا ما أدري أسكر اللي فوق ولا لا لكن غالبا غالبا أوكي أنه بيكون زي كذا بيكون مفتوح من كل ثلاث جهات زي كذا ثلاث بلوكات من كل وحدة هنا ثلاث بلوكات واللي فوقها ثلاث بلوكات على هالمنوال ليه ما يغطي المكان كامل ويكون مفتوح المكان خلصنا من تكسير هذا المكان خلونا نشيل هذا الشي الحين نوريكم مثال على اللي أقصده بالضبط راح يكون المكان طبعا يعني ما عليكم بس المقصد إنه هذه يعني بيكون مفتوح المكان حتى يعني ثلاث بلوكات هذه راح تكسر زي هذه البلوكات اللي كانت هنا كأن في كهف جو الجبل تقدير تدخله فهمتوا فلو حطيناه زي كذا بيكون لا مو بكويس أنا كان ودي إن هذا الكهف وهذا التصميم يكون طالع شوي بس ما في مكان حرفية ما في مكان فلازم إنا ندخل هذا المكان خليه على هذا البلوك كبداية عشان يمدينا مثلا نمشي زي كذا ويكون عليمينا المكان هذا مثل ما تشوفون أخيرا جمعنا الخشب هذا خشب صبروس يعني واضح لكم قديش التكسير اللي قاعد يصير الحمد الله يعني ما أظر إني نشتري من ذياب معنا كان يبوفر علينا جهد مرة كثير لكن للأسف المحلة فاضي والله إن الأوراق السجار والخشب اللي بيطيح من هنا والله شكله بيصير يا ساتر شوف شوف الشجرة اللي طاحت قوي شوي طيب عدلنا حتى في المكان هنا واضفنا علي عشياء لكن تقول أنا معي لا يا رب إنه معي يا رب لا أسف ما معي ما معي إضاءة اللانترن فبنضطر نجيب إضاءة اللانترن أتوقعنا معنا داخل يوما ما يوما ما شي سأشيلك سأبيدك يا أيها الباب المزعج والله يا مزعج بشكل يا ساتر بس نتحمل نتحمل هالفترة ونكل شوي نسوي شي وننسى الشي اللي قبله وعرفت هالنظام طيب بسم الله الرحمن الرحيم قسم بالله خرشني هاي يوتيوب والله خرشني قسم بالله يا ساتر والله إنه خرشني وصلنا إلى مرحلة ما أدري هل أنتم تشفونه لا لا لكن لو نروح هنا تلاحظون شي من فوق اللي هو هذا الشي حطيت هذا الشكل الكذا وهنا رح يكون فيه التشين ممدود إلى اللانترن أو الإضاءة وبكذا خلصنا من الفوق يعني لازمنا نتمع المكان أكثر وأكثر فش ما نسوي حين بعد ما جمعنا الخشب راح نضيف زي كذا راح يكون الخشب ممتد إلى كذا وبعدين أنا قاعد أفكر أصبر أصبر عندي فكرة عندي فكرة عندي فكرة ليش ما نجيب الإضاءة توقعنا معي في شنطة ما معي في شنطة توقعنا في شالكر هذا أوكي معنا إضاءات فنحط الإضاءة هنا ليش نحط الإضاءة هنا جيب الكرافتينج جيب الخشب ونسوي تراب دورز فيكون تراب دورز زي كذا لا يا طيب يا طيب أنا هذي هذي موترتني خلنشيلها تراب دورز زي كذا حلو حلو فكذا ما هو واضح إن هنا في إضاءة كنا في خشب ممتد إلى فوق شي رهيب جدا يعني بيكون نفس الشي هنا يبغى أن نسوي خشب أكثر فنضطر نجيب الخشب وبكذا خلصنا من هذا الشي حاليا نسكر إلى هذا المكان زي كذا ما هو واضح ما هو واضح ومو طيبة حتى لو تشوفوا هنا الإضاءة الإضاءة 14 نور المكان يبغى أن هنا بس إضاءة عشان ما يرسف نوحوش لأن هنا واصلة ستة لكن راح نضبط المكان أكثر وكثر راح يعجبكم بإذن الله حلوين كل شوي نكتشوف إنه زايدين بلوك ونقصين بلوك فقدت خلاص خلاص ما في تغيير فقررنا أن نسوي هذا الشي اللي هو نحط هذا الخشب سبروس هذا لو تلون بهذا اللون راح يكون قريب من سبروس حق تراب دور فعطوني رأيكم بعذا الشي ما أدري هل أخليه بالشكل العادي ولا بالشكل هذا هذا حلو بس صراحة مدري هو متناسق مع هذا بس حلو إنك تكسر اللون فهمتوا ولا لا ما أدري كمش يكون ما أدري لأنه جد قد أصور آخر ليلة أثر في فصلات ولا شي ما ما فهمتوا أنا أسف والله أسف وش راح نسوي بعد راح نسوي نفس الشي هنا ونفس الشي هنا واحد ثنين ثلاث أربع يعني واحد ثنين ثلاثة بعدين واحدة واحد ثنين ثلاثة بعدين واحدة جرب نحط كذا جرب نحط كذا هل هي كويسة ولا لا طيب نجيب تراب دور حاليا نسوي كذا ونغطيها من كل الجهات فراح يكون الشكل زي كذا يعني هذه الأخيرة ما راح تحتاج أنك تسوي شي ثاني أو تكسر بلوكات زيادة هل بحتاج بلوكات زيادة بعدين يمكن والله ترى جد يمكن ما أدري بنستمر على هذا المنوال حاليا نجيب هذا الخشب نحط كذا واللون هذا أو نصبغة بهذه الطريقة ما ما جيش تسمى لون صبغة اللي هو وعدها نحط اللي هو ستيرز لا يطيب لا يطيب والله العظيم هو من أقسك أبغى خلص من العظيم أقرب أوكي بدأ نجيب تراب دور يبغى نسوي تراب دور أكثر من كذا إن شاء الله نكفي هذا إن شاء الله حط واحد هنا وواحد هنا تراب دور زي كذا أو ستيرز تراب دور وهنا نحط الخشب أوكي بعدها نحط ستيرز بعدين خشب حط إضاءة خشب ممتاز سكر سكر وآخر شي نحط الإضاءة نفس الشي بس نحتاج تراب دور أكثر حبة ستيرز حبتين خشب ولونهم صوت تروين أو صوت الصبغة هالي شي خرافي جدا بعدها مش بنسوي أنا قاعد أفكرني أضيف هذه الليفز بس ما أدري كيف تكون يعني أحس إنها بتكون سيئة شوي فخلونا الحين نجيب معنا خشب مرة كثير من هذا الشي نقلب كل ستكس ونقلب هذا ستكس وسوي فريم سنطر نسوي عشرين فريم نوزعهم عشوائزة كذا سوي كذا نطر نسوي أكثر يا ساتر فريم عشرين ثانية أتوقع أنه بتكفي عادة مستحيل نستخدم أكثر من كذا سوي كذا هنا ما يبدين أن نحط أوكي طيب الأخيرة فوق أوكي هذا الشكل النهاي تقريبا بس باقي إضافات صدقون لازم نحطها في إضافة لازم نسويها اللي هو نجيب السفروس هذا وبدل إلى هذا الشي قاعد أفكر أن أخليها سفروس أو أخليها بلوكة هذه كبولد ستيلز أو كبولد ديب سليت ستيلز لو كانت كذا بيكون شكل مهم متناسق هذه بلوكة زي كذا اللي هو كويس والله أنا مادري جدد بس المهم مش منسوي بعد نجيب هذا الشي ونحط اللي هو سلابس فبنجيب السلابس ونحط هذا الشي هنا والله في ترقيع يا شباب أنا آسف بس لازم نسوي هذا الشي فهذه الطريقة عشان يكون شوي متناسق ويمكن يكون ترى خائص لكم يعني ما أدري كيف يكون لكن إن شاء الله أن يكون كويس سوينا زي كذا وخلصنا نكسر البلوكات ونضيف الإضافة الأخيرة يعني حاليا الإضاءة قنشوف هنا كل مكان في إضاءة ما ينقص العشرة حتى ما يوصل عشرة فأشي جميل جدا لا هنا وصل عشرة وصل تسعة بس تسعة توقع أنه مرطيبة إن شاء الله يعني فهذه هي الأسماء حقة المتابعين فحاليا ما نسوي راح نجيب إمرالد فالله خلص الجلد معنا أتوقع معنا كمية طيبة ناقذ حبة نضيفة علال هذا الشي ونكتب فيها اسم أول شخص منتسب في القناع ما أقول لكم انتسبوا لا هذا الشخص راح يكون الوحيد لمنتسب أو يحتمال يكون عليه إضافة الشخص المنتسب اللي بعده أو ثاني شخص منتسب بس حاليا ما أخليه أول شخص منتسب يعني في ناس انتسبوا بعد إن شاء الله الانتساب ذولي ما لحقوا يعني هل سهل فتو ما ينكروا كذا نختار القائمة من تحت من أقدم اسم الانتساب خنشوف كم له منتسب وإيش اسمه وصلنا إلى المنتسب ما نقول الأول لأن في قبله ناس وبس ألغوا الانتساب للمنتسب الأول حاليا من الأقدم اللي هو سلاف أو سلاف كذا الاسم في اليوتيوب الله تي جميل رح يكون في التوب فوق لأن ما رح يكون فيه جنبه أحد غالبا فنحطه هنا هذا يبغال مكان كذا ما أنه حسنا شيء عجازي ما أقدر حتى اسمه وباين يا شباب سبت السيرز هذه لو خليناها ستيرز بيكون أفضل صح أو خليناها سلابز بيكون أفضل لا والله سلابز مخربة نضطر لنحط سلاب واحد أوكي كذا واضح سلاف أو سلاف أو طيب شيء ثاني اللي بيحطه حاليا اللي هو أنا مجهز لعات أو الله لو ما لقيت الحين يمكن نزعل أيوا هذا هو رح يكون الشكل إن شاء الله إنه كويس أنا الأغراض اللي معي فل هذه حاجستني شوي فراح نضيف هذه كبلوكات في الأرضية وإن شاء الله لن تطلع بشكل حلو إن شاء الله يعني رح تكون عشوائية زي كذا والله في بلوكات الكوبر هذا راح نسفيد منه حتى في الشكل الأرضية ونضيف عشوائي زي كذا يعني بلوكة هنا بلوكة هنا باقينا بلوكتين واحدة هنا والأخيرة ووزعناها زي كذا واحدة ثنتي ثلاثة أربعة خمسة سلاخيرة المفروض لنا تكون يسار إن هذه لو حطناها هنا بيكون أفضل نرجع ناخذ هذه ونحط هذه هنا كذا خلصنا من هذا الشي طيب نجيب الكوبر هنا ونجيب الريجستون هنا حيث إنه يكون القولد كثير مرة فنحط القولد نكسر أول شي بعدين نضيف بلوكات أفضل يعني معنا لابز معنا آيرون معنا قولد فنضيف عشوائي لابز آيرون لابز آيرون لابز قولد قولد هنا نضيف القولد فيكون الشكل عشوائي زي كذا بعدها وش بنسوي طبعا نرجع الأشياء الباقية حلوين نسوي الحين الريلز هذه تسوينا 16 16 كافية إن شاء الله صدقون قاعد أفكر إنه يحط وحدة فيها ريتستون يعني بيكون الوضع كذا أعطوني رأيكم بالشكل ما أدري صراحة إنه له كويس وبكويس بس يبغالنا الإضاءات نحطها زي كذا يبغالنا نمد الإضاءات والشين والحركات هذه فبنضطرن نحط الإضاءة زي كذا من كل مكان من هذولي مع إن الإضاءة كويسة تعتبر لكن هذه تجميلية لا أكثر هذه الأخيرة راح تكون يعني لاز تكون هنا وحبة كذا أدري هي قاعدة تغطي ولا ما تغطي بس إن شاء الله إنها كويسة كذا أعطوني رأيكم بهذا المكان أسلاف أو السلاف والله إني أعدل بس الإسم بالعرابي مكتوب أعطوني رأيكم بالشكل هل هو كويس مو بكويس سقيمكم من 10 يعني توقع كذا سكرشوت طيبة يا شبو تعجبني الشكل صراحة بس أحس في إضافات بس ما أدري بشي عمام ما ودي خرب المكان بشكل سير مش مئز يعني ما ما تقدر سوي في شي بعموما خلصنا هذه الجزئية حاليا ماذا نسوي برح نلعب على ريف ريكس تعبة الإشجار في السبوون بإذن الله ما أدري أعرفتها أو لا لكن حقة عبادي أو سبيسة أبادي أو سبيسة إن شاء الله عبادي إن شاء الله ما ندري خليكم مع الجزئية اللي مع ريف ريكس حي الله ريف ريكس يا حيالي أبضاء أول مرة صور معك صح؟ قناتي أي فقناة السيرفر يعني أيب وعموما أنا جبتها عشان يشوف البنك من الداخل ويعلمني راية ويعطيني راية في التصميم الداخلي اللي شاهد حلقة اللي راحت يعرف أني صممت وما خلص صراحة كل شي لأنه يبغالها ريدستون يبغالها شغل كذا لازم كم شغلها الزبدة ويبغالها وقت صراحة اللي أنا ما عارف فيها الـ ATM حقتها بالضبط يبغالها صراحات يبغالها شغل صديق الصراحات كنت أفكر فيها وما سويتها لحين أنه يكون عليمين على الإشار ما أدري ليش وعموما أنا صممت تصميم تصميم البنك نفسه يعني بغض النظر على الآلات اللي بره وزي كده ما عليك من الله هنا مكتوب بنك ماكرو المركزي ما حطت لون ولا حطت شي هنا تدخل وبسم الله حي الله ريفليكس الله دارك الله على المرقة على الفاركة والله يبارك إن شاء الله تكون من عملاء إن شاء الله ها؟ أمكلفت البنك الأرض حق البنك أمكلفت والله يكريكي كوارتس موب كونكريت كوارتس والله لظيم متعب وسبيد ما قسر صراحة يعطاني حوال 6 ستاكات من شيء والله ما دي كم إن شاء الله والله والله لا 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 موظفين هنا يا طي اليوم من اليوم باجي أسوي اجي اسم سرقة بنك سرقة بنك احنا ويسرقني وأنا تعمل ما بديت حلو أنا كتبو أريك تفاصيل لجوه بس يكلمي ببريك عشان ما تعرف أفتح الباب وادخل عادي أنا كتبو أريك تفاصيل لداخل بس يكلمي ببريك عشان ما تزرفني رأيك بالله هذه طيب هذه الإضاءات قهرتني شوي ما ديشتو فيها بس إني حطيشتها عشان تنور مكان حتى لو تشوف بس إني طلع على بره فهمت أنا لو حطيت في الزهار يعني لو تجي هنا تشوف أنا كنت أفكر أن كلها تكون على بره بس البلوك كيف يطلع ما تدري جربت الله جربت أني أحطها كلها هنا وأغطيها كلها بترابدور طلع شكلها سيئ مره سيئ لا لا ترابدور يسوي الشيء يعني هنا هذي ترى إبرا عن إضاءة بس في كيف مجمع المكان ومنورة وفوق الليبس وهذي حطيت تشين وحديد وحركات وأنت بتتساءل هنا وش فيه شما فيه؟ هنا موظفين الاستقبال هنا موظفين الاستقبال تعال هنا هنا موظف الأول هنا الثاني هنا مش تتوقع بدون ما تشوف أوه واضح هلا ما وقت شوه وقت تجي كده الخزنة الخزنة وش هذي؟ هذي اللي نوعي تزروفها الله يسعدك دليتني عن المكيام ما شاء الله ما عليك ماحتاج أتعب يعني فيه فيه أشياء كثير ما أتدري عنها أنت يعني هذه الغرفة قالنا فتحت الكيام الحين ضغطة زر بس أنت إذا جيت أصلا البنك يمكن ما تقدر تدخله البنك كامل يمكن يكون فيه إحراسات أمنية مشددة شوي هلا هلا وإنذارات أيوة بعد هذا الشغل طيب وإذا جيت أزرف شي شي اسمه ذاه يجف الباب بضافت ومكفاجأ الشرطة تجي عادي والله تصدق ما حتى تساوبها للحين شرطة في مايكرو والله لا ويصير حرامي أصلا بس لك فرق أصلا أنا حسبته بيقول لا ويصير أسور أسير شرطي بس لعله ينكشف هذا ينكشف السلح حقي لا بيني وبينك خلي وش أنت الإنسايد ما حتى المخطأ يعني كل مدينة شخص يعني ثلاثين يعني أنت العميل الداخلي حقي يعني ذا آه تعالي سوي اجتماع عشان نصرق البنك حقي ايه يلا يلا شو الأخبار شونا يلوم عطني جدول السكوريتي ورقم السري حق الخزينة هل نقوم نروح نشوف الغرفة الاجتماعات الثانية طب عدينا الغرفة الاجتماعات الثانية غرفة كبيرة اوه فيها مكتبة وارها يوب كيف بالله تصميم والله 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 الورود هنا وحركات هنا طب إذا جيت تسرق لا تخرب ورود الله يسعدك تحب تعرف هذا لا معي لا معي لا معي لا معي اذا دور فلوس يمكن ما تلقي شي طيب صار عادي شف اذا ما اeredك شي بأخد الفروقلايت ولا شوف موزع صح يعني بتاخذها يعني بيكون فيه تعامل ثاني هنا هذي ثرأ هنا فروقلايت يعني حتا لهذا ببس عشان تنور المكان يعني كذا بالقامة بدوم Deutschland أمور طيبة مشينا لل Sigma آها كم تعطية تقييم ال البنك والله والله ما شاء الله والكوارتس بتعوبة الكوارتس الحالة سبعة يوسأت الكوارتس والله متعب متعب بصراح لعب استعراض الضغط بسم الله طبعا هنا كاتبي كل شيء لازم انك تضغط أسرع والشخصين إلى أربع شخاص يعني مجهز لك كل الألوان هنا عشان لو تبغى تلعب نبغى نلعب مجموعة هل أنت جاهز يا رفليكس؟ أنا جاهز بسترقى خليم بروح عند الأحمر أوكي أنا كنت أبغى زرق بس ليت جاي جنبك طرح الأخضر يلا طي فاجه فاجه نشغل هذه أول ما تنفجع إلى العاب النارية نبدأ نضغط على هذه عشان نكبرها فهمت؟ أوكي أوكي يلا واحد يلا نين؟ لا أعرف بضغط على العاب النارية يلا فهم أنا موجه وجهي بس يلا هذا المستعد أرطب تسم الله أولو 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 ها وشو صلا أنت أول يا رجال أنا كنت حاطة البون ميل القليل معي أنا كان جنب بس خدمت أوكي يعني واحد صبر واحد صبر أوكي جبت ليت جبت ليت جبت ليت أنا جبت ليت تزلت الماوس يسعر شوي شو لمزير فرحقي والله أحبه أحبه يا ساتر والله مر قريب تبعي من خمسة أو من ثلاثة؟ من خمسة الله ألا الله أضغط أنا بسم الله واحد نين ثلاثة لا لا أضغطي 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 الثاني حسنا حسنا تغطي 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 أنا من فاس شوفني يا ساتر والله أتوقع اللي قاعدة تشوفه المقطق يسمعون صوت الماوس بنكسر أضغط على الزر بس أقلق عليه خلاص أضغط على الزر أفهم بس أنا بس أولي تنفر كليك أسرع نعم تغطي طيقية أسرع بكثير مرة حسنا لذلك يعني تجاهotted شحنا يا رجال أول então كنت معلق على زرينين كنت أرؤيت حربا الأوضاع كانه سيكون قويسا أحب حمد الله مقصص للوضع الآن الآن كم 2 و 1 1 والان يقدر إذن كثير على فاشنا أنا أضغطت حسنا ثاني ه Ś أ adults أنا على طول أنت أول يا شكوا أنا علقت حتى ما يسمل المدرش سالبة ع Shadow الله فوق إ้بغينا قريبовые والله قريب في تنافس الله فوق تصير يبغينا قريب أشعاد يا نلعب بنجو يا نلعب شي ثاني كذا والله ودي ألعب البنجو يا أخي والله ودي ألعب بسعاد يبغالها حلقة الحالة عاديك لأنها هي البنجو الحالة يبغالها وقت مرة طويل ولازم نوريكم المكان حق سبيت بالله شفت المحل حق سبيت اللي وراء ذا الكبير هذا بس نذر كذا بس شكل يعني ممصاح ذا الوالد ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله أنا جلطني يوم قال تعرف ليش مسويه قلت ليه أكيد أنك تبغى تسويه مثلا فارم حق وذر سكيلتن شيء قال لا بس عشان ما في نذر في سبون عشان ما في نذر لو في نذر شب يصير والله العظيمة ما شاء الله تبارك الله يعني احتاج تدري لنا فوق مئة ألف بلوك عشان يبني ما شاء الله وغير الوقت الاخر وغير اللافة شف اللافة يا بوي بس أسبوع كامل اللافة حبت رايحطها ايه اللافة ايه صعبة ايه أصعب من البلوكات كلها يا ساتر المقطع مطويل مرة وما فيه أشياء كثير مرة لكن حاليا انا مسافر فليما تبني اصدنا بإستقرام يعني ليش ما تبني شكرا لخير سلام موسيقى